في بريطانيا أظهرت استطلاعات رأي تراجع شعبية الازدراس بين الناخبين البريطانيين وذلك قبيل انتخاب رئيس للوزراء خلفاً لبوريس جونسون ووفقاً الاستطلاع أعده معهد يوغوف توقع 12% من البريطانيين أن تكون التراس زعيمة جيدة أو عظيمة فيما يرجح 52% أن يكون أداؤها سيئاً أو مريعاً وفقاً لوكالة بلومبرغ الأمريكية استطلاعات رأي تعزز مدى الضرر الذي ألحقته المناظرات التي خاضتها تراس وخصمها في السابق في السباق وزير الخزانة السابق ريشي سونك عليهم وعلى حزب المحافظين أيضاً هل تنجح تراس في الوصول إلى زعامة المحافظين ورئاسة الحكومة وفي حال انتخابها هل تنجح بالوفاء بتعهداتها في خفض أسعار الطاقة للمستهلكين وإنعاش الاقتصاد البريطاني وخف الضرائب معنا الآن من لندن الباحث السياسي ويليام وورد دكتور وورد مرحباً بك معنا من جديد في غرفة الأخبار كيف نفسر هذا الهبوط أو التراجع في شعبية ليز تراس عشية الانتخابات مع أنه كانت قبل فترة وجيزة شعبيتها مرتفعة بشكل ملحوظ مساء الخير لكم ولمشاهديكم أعتقد أن ليز تراس لم تقنع النطاق الأوسع من الناخبين وبالتالي فإن 52% وهذا يشملني أنا هؤلاء يعبرون عن الغالبية العظمى و 12 فيلم الذين أعتقدون أنها ستكون قائدة جيدة هم من الأكثر محافظة وأنا لا أتحدث هنا عن النواب في البرلمان وإنما الناخبين العاديين من المواطنين البريطانيين والذين استمعوا لها في الحملة الانتخابية لأننا نعرف أن 160 ألف شخص من حزب المحافظين فقط يصوتون في حين أننا شعب من 70 مليون شخص وهذا يعني أن نسبة قليلة 0.3% هي التي تصوت وبالتالي هي تعني أن قلة قليلة من الناس هي التي اقتنعت بما قالته الغالبية يعتقدون أنها ستكون قائدة مريعة هل هذه الأغلبية؟ وطبعا أنا أسألك أنت لا تمثلهم مع أنك تصوت معهم كما أشرت ولكن هل هذه الأغلبية التي أشرت إليها تفضل المنافس ريشي سوناك؟ أعتقد أن الخيار لم يكن بين الجيد والأحسن وإنما بين سيء والأسوأ إذا صح القول لكن ريشي سوناك يبدو أكثر جدية كمرشح وهو أخبر البريطانيين والجمهور بكل تلك الأكاذيب والأخبار الزائفة والقرارات التي تتعهد بإعطاء المال إلى المواطنين وهذه الأموال لا توجد وهو تحدث إليهم عن ما يمكن أن يفعله إذا أصبح رئيس وزراء لكن تلك الوصفة التي سماها المشروع السياسي لم تكن في موقعها وهو قدمها مع ذلك إلى الشعب البريطاني وأعتقد أن الجدون البريطانيون يفهمون ذلك سيدة راس لم توضح الكثير من التفاصيل في أحاديثها الأخيرة اليوم في مقال كتبته في صحيفة السندي تيليغراف تحدثت في العموميات تقول ستتخذ إجراءات حاسمة لضمان تمكن الأسر والشركات من اجتياز هذا الشتاء والشتاء التالي ستتحدث عن إذا تم انتخابها ستتخذ إجراءات فورية بشأن فواتير الطاقة وإمدادات الطاقة إلى آخره يعني كلام عمومي إلى حد كبير سيد وورد هل هذا ينطلي بين قوسين أو هل يقتنع الناخب البريطاني والمواطن البريطاني بمثل هذا الكلام كلا المقال في سندي تيليغراف والذي تحدث عن تفاصيل نشر فقط اليوم وهذا يعني أنه نشر في الدقيقة الأخيرة والإعلان عن الفائز سيكون غدا هي قضت طوال الصيف في الحديث عن مقترحات وتفاصيل عن سياساتها لبريطانيا وخصوصا في هذه الفترة التي يعاني فيها الاقتصاد لكنها لم تقل قط أي شيء هي تتحدث بشكل غامض وفضفاض وهي لم تقدم أي تفاصيل بخلافها ريشي سونك المرشح الآخر والذي هو أيضا كان معها إلى آخر ما قدم تفاصيل أكثر ليس تراس تحدثت بشكل فضفاض على طوال الوقت وفي طوال الوقت هي تتحدثك دونالد ترامب الآن الأولويات دكتور وورد بالنسبة للفائز أولا الفائز سيرث وضع يعني لا يحسن عليه هناك عدد من العوامل التي أدت إلى وصول الوضع الاقتصادي ليس فقط في بريطانيا وإنما في دول كثيرة من العالم إلى وضع سيء النمو متراجع التضخم مرتفع أسعار الطاقة مرتفعة يعني هل يتوقع من أي شخص سواء الاسترس أو غيرها أن يكون لديه عصى سحرية للتعامل مع هذه المشاكل أم أن المواطن البريطاني يعني يعرف مدى صعوبة اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المشاكل أعتقد أنها ستجد المهم أما صعبة للغاية من اليوم الأول ستجد صعوبة في الوفاء بأي تعهدات قدمتها وهذه التعهدات تشمل الإنفاق وإنفاق مال كبير وكثير وبريطانيا ليست لهذه الأموال في البنوك ويجب أن تجد طريقة لتغيير ما وعدت به وتغير تلك الوعود إلى وعود واقعية والمشكلة الأخرى كما قلت لا يتعلق الأمر فقط بتدخم في بريطانيا وارتفاع أسعار الطاقة وإنما علاقتنا بالدول الأخرى وهي مسبقا كانت غير لبقة مع الرئيس الفرنسي ماكرون وفرنسا هي حليفة لنا حليفة بارزة لا أعتقد أنه في الولايات المتحدة الأمريكية لهم انطباع جيد عنها وهذا الأمر ينطبق أيضا على أوروبا وهي ليس لها تلك الكاريزمة لبوريس جونسون وبالتالي هو حتى عندما كان لا يتحدث بأي منطق كان مع ذلك مقنعا وجذابا أما هي فلا هذه العلاقات التي تشير إليها دكتور وولد مع الحلفاء التقليديين إلى أي مدى هي مهمة في هذا الوقت وتعتبر أولوية بالنظر إلى الحرب الروسية على أوكرانيا والمواقف الغربية بشكل عام هل هذا ملف يتوقع أن لا يكون أداء السيدة تراس بالمستوى المناسب فيه أعتقد أنه على غرار بوريس جونسون الذي كان جيدا في شيء واحد وهو دعمه لزيلنسكي منذ البداية بخلاف ماكرون والمستشار أولاف شولت أرى أنها ستستمر في هذا النهج وفي الوقت نفسه هي ستكون الدبلوماسية رقم واحد في بريطانيا ولغة الدبلوماسية تشمل كذلك الحذر وقياس الكلمات التي تستخدم ونعتبر رئيس بوتين وروسيا خصوما مريعين وأنه شخص سيء بعدما فعلها لكن هذا لا يعني أن نستخدم تلك اللغة السيئة جدا كما فعلت تراس مسبقا لا بد من استخدام كلمات حذرة وكلمات دبلوماسية هذا ينطبق على كل الدول الديمقراطية وغير ديمقراطية الآن فيما يتعلق بالحزب المنافس حزب العمال كيف برأيك ينظر إلى هذه المسألة وهل الفترة المقبلة سيكون للحزب فرص أفضل في الوصول إلى السلطة مرة أخرى نعم أعتقد أنه إذا جارت انتخابات في الأشهر المقبلة وهذا ممكن جدا لأنه من المحتمل أنه حتى في الأشهر الأولى من حكومة ليسترس قد يكون هناك تصويت لحجب الثقة وقد تخسر ذلك وبالتالي قد تصبح انتخابات عامة ضرورة وأعتقد أن الحزب حزب العمال يمكن أن يفوز بريطانيا سائمت من حكم المحافظين لمدة 12 عاما خصوصا أنهم اقترفوا أخطاء كثيرة وفي الدول الديمقراطية نحب التغيير هذا مهم حتى سيكولوجيا ونفسيا أعتقد أن زعيم حزب العمال بالرغم من عدم خبرته كوزير في البرلمان فإنه شخص صادق وله نوايا واقعية لكن من المستحيل أن نتوقع مدى نجاح حزب العمال عند نجاحه في الحكومة إذا حصل ذلك أخيرا دكتور وورد إلى أي مدى يمكن القول أن إرث السيد بوريس جونسون لعب دور فيما وصلت إليه الأمور الآن في حزب المحافظين هل يمكن تحميله مسؤولية أو جزء كبير من المسؤولية لما آلت إليه أو ضاع حزب المحافظين في هذه الأيام أنا لست من هوات السيد جونسون ولكنني على غرار باقي البريطانيين هو كان وحشا أو مثل الفيل في الغابة كان قد استقال من رئاسة الوزراء لكن سيظل إسماً حاضراً في الإعلام مثل رئيس ترامب في أمريكا خارج السلطة لكن يعبر ويسرح ودائم الحضور في الشعب البريطاني لذلك أعتقد أن بوريس جونسون سيبقى مثل ذلك ظل خلف الستار وخلف الكواليس بطريقة ما وسيؤثر ما تفعله إليز تراث وسيؤثر على ما ستفعلها سياساته بعضها على الأقل لم تكن ناجحة وربما المحافظون قد يقترحون على إليز تراث ألا تحدو حدوه شكراً جزيلاً لك دكتور ويليام وورد الكاتب والباحث السياسي كان معنا من لندن شكراً جزيلاً لك